بنصادف كتير الشكوى من تكاليف العلاج خاصة في حالات الجلطة علاج طبيعي فحوص رانين مغناطيسي وأشعة مقطعية أدوية وعمليات أسطرة الدعاية دي قصة تانية ايه حل الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم اتكلمت كتير عن الجلطة بتاعت المخ وحاجة اسمها قصور الدورة الدموية للمخ الدم اللي رايح المخ ده لما يحصل له قصور المخ كله يبقى جعان او منطقة منه تتحرم من الدم في حصل فيها جلطة انا دعوتي بكلمكم عن التكاليف عن الجانب الاقتصادي الناس اللي بتشتكي من ده طب بيحصل كتير الرعاية بتاعت المريض ده بقاءه في الرعاية في المستشفى او رعايته من الاهل بعد كده العلاج الطبيعي والادوية لفترة طويلة مشكلة ومكلفة فعلا الحماية في الحقيقة من ناحية التكاليف هي ان احنا نصرف شوية بدري نصرف على ايه بقى نصرف على الوقاية بداية افتكر دايما ان عندك جسم واحد هقولوكو الكلام اللي بتقلنا في العيادة اصلا ما عنديش وقت يا دكتور علشان باودي ملارس باودي دروس ما عنديش وقت علشان الشغل ما عنديش وقت علشان علشان افتكر ان كل الحاجات دي لها بدايل لكن عندك جسم واحد ولدتك ولدتك مرة واحدة مش هتولدك تاني فانت عندك جسم واحد ايد اذا تشلت خلاص رجلة اذا حصل فيها حاجة هي رجلة واحدة فمعندكش بدايل اصرف على انك تروح الجيم من الاول خالص وانت شباب اصرف على انك بطنك ما يخشهاش اي حاجة نقل الاكل اللي يخش بطنك الكنان دا حيصرف قد ايه الاكل الصحي مش غالي يعني التمر التجنب السكريات ابحث واجتهد علشان ده جسمك وصحتك هتلاقي انك مهما تصرف بص بقى على اللي انا بقوله على تكاليف الدعاية بعد الشر على تكاليف العلاج الطبيعي على تكاليف القسطرة على تكاليف العمليات اللي بتتعمل للمريض ده المرحلة اللي بعد كده لو مصاب بالضغط مصاب بالسكر ارتفاع الدهون في الدم ودي مشاكل بسبب قلة الرياضة وبسبب العادات الصحية غير السليمة بغض النظر بقى عن الوراثة اللي بتكلم عن حاجات التي يمكن منعها الوراثة دي برضو حاجة مش هنعرف نغير عاليتنا فلو ضغط سكر الدهون في الدم اصرف على انهم يتعالجوا اصرف على انك تروح للدكتور 3 مرات في السنة اربع مرات في السنة الكلام ده تكاليفه متفوتة مكلف اه انا معارف وفي ناس قد يكون موضوع شاقة بالنسبة لهم جدا لكن الموازنة لما يوازن ما بين الدروس اللي بيديها لولاده وبين جسمه اللي هو جسم واحد حيلاقي ان المعادلة في الناحية دي اكتر ولو قارن بتكاليف علاج الجلطات وعلاج النزيف حيلاقي انه هو مصاريفه طول عمره على انه هو يعالج الضغط حيلاقيها ما تجيش يوم مثلا في الدعاية بعد الشرط لم حصل الجلطة ومن ننساش اكتر حاجة واهم حاجة شرب الماء شرب الماء ده اهو ده ليه تكاليف تكلفته انك بس تشغل مخك انك تعمل لنفسك جدول وتدرك اهمية صحتك فتشرب ماء دي في المرحلة الاولى في مرحلة الحماية من الامراض اصلا وفي مرحلة علاج الامراض كل المرضى بتعود ضغط السكر والناس دول بنقوله مشرب ماء واهتم بصحتك فبقى اذا احنا هنا نقدر نقول ان الوقاية ان تكاليف الوقاية خير من تكاليف الالامر ارجو ليكم السلامة جميعا وارجو استفيدوا من هذا الكلام شكرا للاستمعكم